قص المغرب أهلا بكم أجواء نسبيا حارة بأغلب المناطق والآن للتفاصيل ولكن قبل ذلك ما ننسوش الديروجين بش يصلكم كل جديد تتوقع المديري العام للأرصاد الجوية بالنسبة ليومه الاثنين تشكل كتل ضبابية محلية قرب السواحل وسحب غير مستقر نوعما بالأطلسين الكبير والمتوسط وسفوحه الشرقية والهضاب العلياء الشرقية ومحليا بالأقاليم الجنوبية مع نزول قطرات مطرية ورعد محلي وستكون الأجواء نسبيا حارة بكل من الجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس والأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية والسهول الداخلية كما ستهب رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محلي وستتراوح دراجة الحرارة الدنيا ما بين 9 و 14 درجات بالأطلس وما بين 20 و 27 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 15 و 20 درجة عموما بباقي جهات المملكة أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاع محسوسا خصوصا بالمناطق الشرقية وسيكون البحر هادئا إلى أحيانا قليل هيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وقليل هيجان شمال المهدية وقليل هيجان إلى هائج ما بين المهدية والجرف وهائجا إلى أحيانا قوي الهيجان بالجنوب نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء